تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين ثلاث جهات هي جامعة المثنى وقع عنها السيد رئيس الجامعة دكتور عامر العطوي والحكومة المحلية في محافظة المثنى وقع عنها النائب الثاني للمحافظة السيد عادل الياسري الذي يدير حاليا مجلس التخطيط والتنمية ومؤسسات المجتمع المدني الذي وقع عنها مركز زر للتنمية الحقيقة هذه المذكرة تهدف إلى تنسيق العلاقات بين الجهات الثلاثة لاستثمار الطاقات الأكاديمية الكبيرة المتوفرة في جامعة المثنى من تدريسيين وباحثين لتقديم بحوث تخدم تطوير محافظة المثنى اقتصاديا واجتماعيا في الفترة القادمة تتضمن المذكرة آليات لضمان جدية العمل بتنفيذها وبهذه المناسبة الحقيقة أنا أشكر السيد رئيس الجامعة على تعاونه ودعمه لهذا العمل المشترك لأن هذا هو الرأس مالي الاجتماعي للمحافظة كذلك أشكر مجلس التخطيط والتنمية ورئيسه السيد المحافظ ويديره السيد النائب السيد عادل ياسري على جهودهم الكبيرة في العمل لإقناع الجهات الثلاثة في العمل سوية وإن شاء الله نأمل في الفترة القادمة يكون هناك أثر إيجابي على تنمية المحافظة اقتصاديا واجتماعيا اشتركوا في القناة